اشتركوا في القناة ولكن الشيطان الاعظم لن يتركها تزدهر وتتقوى ويتزايد جيشها دون مقابل ولكنه يستطيع ان يفعل شيء للجزائر وشعبها لن يستطيع احد ان يقهرهم فالشعب الجزائري سيظل صامضا وبقوة امام اي تآمر ولكن دعونا نعرف ماذا حدث في الجزائر اندلاع النيران في مقر اقامة سفير الجزائر وسط موسكو امريكا تريد انهاء العلاقات بين روسيا والجزائر وتدعو الجزائر الى اعادة النظر في علاقاتها بروسيا الجيش الجزائري يعلن تجهيز قوته وصده لاي تهديد او وعيد من دولة اخرى الجزائر تعدم ثمانية واربعين شخص متهم بجريمة حرائق الجزائر الجزائر تعلن عن تحقيقها تسعة واربعين مليار دولار في عام الفين واثنين وعشرين فالجزائر يا سادة اصبحت من اقوى الدول حرفيا في افريقيا اقتصاديا وعسكريا واصبح الجميع ينظر لازدهارها فالدولة التي تصبح مزدهرة تكون محاطة بالتآمر عليها من جميع الجهات فهناك قوى سرية تحكم العالم تقوم بتدمير اي دولة قوية وصاحبة سيادة فالجزائر بعد تحالفها مع روسيا واصبح جيشها قوي خاصة بعد تزويده بعدد من الاسلحة والصواريخ والطائرات الفتاكة وجميعها روسية واصبح من الصعب ان يحاربها احد كما ان الجزائر اصبحت قوة اقتصادية تصدر الغاز لاوروبا باسعار تفوق السعر الروسي ولكن كل هذه القوة التي تتمتع بها الجزائر سببها التحالف مع روسيا القوة العظمى التي يحاربها الغرب ولن يستطيع لذلك فقوة الجزائر الان اصبحت تتزايد ولن يستطيع احد ايقافها الا اذا توقف التحالف مع روسيا وبالفعل بدأ التآمر على الجزائر لانهاء التحالف بينها وبين امريكا فماذا فعل الشيطان الاعظم؟ اندلاع النيران في مقر اقامة سفير الجزائر وسط موسكو بدأت امريكا خطتها للقضاء على التحالف بين الجزائر وروسيا فبدأت في اشعال النيران في السفارة الجزائرية ومقر اقامة السفير الجزائري في روسيا والهدف من اشتعال النيران هو غضب الجزائر من روسيا لعدم نجاحها في تأمين سفارتها وسفيرها وهنا ستبدأ خطة تدمير التحالف بنجاح لان غضب الجزائر سيتسبب في انهياره ولكن هذا لم يحدث ولكن ما هي تفاصيل الحادث؟ قال مصدر في مدرية حالات الطوارئ بالعاصمة الروسية ان النيران اندلعت في مبنى مقر اقامة سفير الجزائر في شارع سيبيردونوفكا بوسط العاصمة موسكو ولكن تمكنت قوات الاطفاء من اخماد النيران بسرعة ولم تحدث اصابات في الحريق وشاركت ستة عشر سيارة اطفاء وواحدا وستين عنصرا شاركوا في اطفاء الحريق وهذا ما ذكرته وكلة ارتي الروسية ولكن بعد الحريق لن تهتز اي علاقات بين الجزائر وروسيا لذلك اضطرت امريكا ان تقوم بانهاء التحالف بشكل صريح امريكا تدعو الجزائر الى اعادة النظر في علاقاتها بروسيا دعا وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكين خلال زيارته للجزائر اعادة النظر في علاقاتها مع روسيا وقال بلينكين في لقائه بالرئيس الجزائري ان الحملات العسكرية الروسية على اوكرانيا قد عانت منها جميع الدول في العالم خاصة بلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط لذلك فالافضل للجزائر ان تنهي التحالف معها لانها دولة ارهابية كما يجب على المجتمع الدولي تصعيد الضغط على روسيا لانهاء هذه الحرب غير المبررة ولكن رد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عليه وقال ان روسيا دولة شقيقة ولن تنهي الجزائر معها التحالف مهما وصل الامر وما لا يعرفه احد ان الجزائر ترتبط بعلاقات وثيقة مع روسيا منذ استقلالها عن فرنسا في عام الف وتسعمائة واثنين وستين كما انها داعمة لروسيا وهي مشتري رئيسي للأسلحة الروسية ولكن كان رد وزير الخارجية الامريكي الى الرئيس ان الجزائر يجب ان تنهي علاقاتها بروسيا وان تحسن علاقاتها مع اسرائيل او تقوم بالتطبيع معها وان لا ستطبق العقوبات على الجزائر وهذا ما ذكرته وكالة ارتي الروسية ووكالات انباء الجزائر ولكن بعد تهديد امريكا للجزائر حدث ما لم يتوقع حدوثه مئة وخمسين حريقا في مئات الهكتارات من الغابات والاحراج والجزائر تعدم ثمانية واربعين شخصا لادانتهم في الحرائق منذ بداية شهر اغسطس الفائت اندلع حوالي مئة وخمسين حريقا في الجزائر تسببت في حرائق كبرى في الغابات والاحراج وبلغ عدد قتلى في هذه الحرائق التي اجتاحت مناطق حرجية وحضرية في شمال شرقي الجزائر ثلاثة واربعين قتيلا وفي كل صيف تشهد الجزائر حرائق حرجية الا ان هذه الظاهرة تتفاقم عاما بعد اخر بفعل التغير المناخي الذي يزيد من موجات الجفاف والحر وفي صيف الفين وواحد وعشرين قضت الحرائق على اكثر من تسعين شخص واجتاحت الحرائق شمال البلاد واتت على اكثر من مئة الف هكتار من الاحراج وكشفت الجزائر عن تورط ثمانية واربعين شخص متورطين في حرق الغابات والاشجار خاصة انهم قاموا بحرق المواطن الجزائري جمال بن اسماعيل الذي يبلغ من العمر ثمانية وثلاثين عاما والذي قد ذهب طوعا الى بلدة نايث ارثان في تيزي اوزو بشمال غرب البلاد للمساعدة في اطفاء حرائق غابات ولكن هؤلاء الاشخاص قاموا بقتله وحرقه بعدما شك فيه اهل البلدة بانه هو المتسبب وراء الحريقة وتم الحكم عليهم بالاعدام ولكن الاحكام ستخفض الى الحبس مدى الحياة بسبب وقف تنفيذ احكام الاعدام في البلاد كما قضت المحكمة بادانة خمسة عشر متهما موقوفا بعشر سنوات سجنا نافذا ومئة الف دينار جزائري غرامة مالية نافذا مع ادانة سبعة متهمين غير موقفين باحكام تراوحت بين عشر وثلاث سنوات سجنا نافذا مع ايداع اثنين الحبس في الجلسة وهذا ما ذكرته وكالة بي بي سي ووكالة سكاي نيوز الدولية ولكن ما لا يعرفه الجزائريون ان المتسببون في هذه الحرائق يريدون زرع الفتن في داخل الجزائر لتعطيل ازدهارها كما انهم يريدون زرع الكراهية بين المواطنين والحكومة حتى يدخل الجيش في صراع بينهم ويترك مكانه وحتى يدمر اقتصادهم وتحرق محطات الغاز والمتسببون في هذه الحرائق هم المخابرات الامريكية ولكن الجيش يعلم بهذه الامور لذلك هو اعلن عن انتفاضته وقوة استعداده لأي شخص تسول له نفسه بمحاولة زرع الفتن او الهجوم على الجزائر او تهديد حكومتها بشيء الجيش الجزائري يعلن عن قوته واستعداده ولن يقبل اي تهديد او وعيد من اي طرف كان اعلن الجيش في تصريحاته لوكلات الانباء الجزائرية وقال ان قوة الامم ترتبط بقوة جيوشها ولا توجد ام ارتقت الى مصاف الدول المحترمة من دون جيش قوي يدافع عنها ويحميها لذلك ومن هذا المنطلق اعلن الجيش بانه يقوم بتطوير المنظومة الدفاعية وتطوير قدرات الافراد ليضمن التفوق في عديد المجالات والميادين ويحمي البلاد من كل التهديدات والمخاطر المحتملة كما اكد رئيس جمهورية الجزائر بان الجيش سيحارب ويقف على حدوده شامخا حتى تبقى الجزائر عصية على اعدائها دولا كانوا او افرادا فان كل الاجراءات والقرارات والانجازات المحققة في الجزائر الجديدة تستهدف امرين مهمين الاول يتعلق بحمات الوطن من التهديدات والمخاطر الحالية والمحتملة في ظل عالم يموج بالمتغيرات الحادة والنزاعات المسلحة ان منطقتنا تعيش على فوهة بركان لا ينجو منها الا الذكي القوي الاكثر تماسكا والامر الثاني لصالح المواطن الجزائري لكي يعيش حياة كريمة يتحقق فيها الرفاه لكل الجزائريين وحتى تبقى بلادنا دوما سيدة في قراراتها لا تقبل اي تدخلات او املاءات ولا تخضع لأي مساومات او ابتزاز من اي جهة كانت مهما كانت قوتها او تأثيرها فالجزائر يا سادة اصبحت قوة اقتصادية عظيمة الجزائر تعلن عن تحقيقها تسعة واربعين مليار دولار في عام الفين واثنين وعشرين قفزت ايرادات الجزائر في عام الفين واثنين وعشرين الى سبعة آلاف مليار دينار اي بما يعادل ثمانية واربعين مليار دولار بعدما كانت خمسة آلاف وستمئة وثلاثة وثمانين مليار دينار اي تسعة وثلاثين مليار دولار اكد الوزير الاول في الجزائر رئيس الوزراء ايمن بن عبد الرحمن ان الحكومة تعمل على رفع الصادرات غير النفطية الى عشرة مليارات دولار كل عام وهذا ما ذكرت وكالة سكاي نيوز الدولية وهكذا الجزائر اصبحت قوة مشاهدين الكرام هذا كان كل شيء لدينا اشتركوا في القناة